في تأكيد جديد على قوة ورسوخ الشراكة بين البرازيل والإمارات وصف الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دي سلفا العلاقات الثنائية بين الدولتين بأنها تشكل تحالفا بناء يسهم في رفاه الإنسان على مستوى العالم الرئيس البرازيلي أكد في حوار حصري مع مركز الاتحاد للأخبار أن البلدين حققا تقدما ملحوظا في تعميق أواصر التعاون المشترك مشيدا بالنهضة التنموية التي شهدتها الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية لولا دي سلفا أعرب عن ثقته الكبيرة بمستقبل العلاقات بين البلدين لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما في تطور مستمر حيث ارتفع بنسبة 42% عام 2023 مقارنة بـ 2003 كما أوضح أن البلدين يتشاركان التزاما راسخا بنظام دولي قائم على القواعد ورؤية مشتركة لتطوير التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والأمن الغذائي وأشار إلى أن البرازيل تعتبر الإمارات شريكا قويا في المحافل متعددة الأطراف كمنتدى البريكس كما تمت دعوة الإمارات للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في ظل رؤية مشتركة لتطوير التعاون في مختلف المجالات الرئيس البرازيلي أكد أيضا أن التعاون بين البرازيل والإمارات حاسم خاصة فيما يتعلق بالانتقال الناجح بين مؤتمر كوب 28 الذي عقد في دبي ومؤتمر كوب 30 المزمع عقده في بليم بالبرازيل عام 2025 وأوضح أن التعاون بين الدولتين يهدف إلى ضمان أفضل انتقال بين مؤتمر كوب 28 وكوب 30 معبرا عن تقديره للدور الذي لعبته الإمارات في دعم الاتفاقات الدولية المهمة المتعلقة بتغير المناخ الرئيس البرازيلي في حواره الحصري مع مركز الاتحاد للأخبار عبر عن إعجابه بالمسيرة التنموية التي قطعتها الإمارات معربا عن أمله في أن يتمكن البلدان من الاستمرار في تعزيز وتقوية هذه الصداقة وتعزيز السلام والتنمية بين بلدينا ومنطقتين